السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله طلبنا حبايبنا الدرسي لمقرر حياة 317 نستكمل معاكم جزئية الأسماك اللي بدأناها في الدرس السابق اليوم نكمل على الأسماك الجزء الثاني مع أهداف جديدة بإذن الله راح تتحقق أهدافنا الحصة اليوم اللخصة بمجموعة من النقاط المهمة راح نتعرف بإذن الله تعالي اليوم على وظيفة جهاز الدوران والجهاز الهضمي وراح نفسر كيف نتنظم الأسماك التزين الماء والأملاح داخل جسمها وراح نقار ما بين أجزاء الدماغ المختلفة ووظيفتها ونشوف التكيفات التي تمكن السماك أنها تتحرك بسهولة في الماء نشوف هنا جهاز الدوران الأسماك تميز أنه عندها جهاز دوري مقلق يعني مر دم داخل أو عيد دموية مقلقة ونتذكر لما نقول جهاز دوري مقلق درسناه في الرخويات اللي كان عندها جهاز دوري مفتوح ومقلق مفتوح كانت الرخويات بطيئة الحركة والمقلق رخويات سريعة الحركة المهم نركز على الأسماك اليوم الأسماك قلنا عندها قلب وهذه هو شكل القلب لاحظنا القلب عندها مكون من أذين والأذين هو حجرة يصلها الدم من جميع أجزاء الجسم يعني كل الدم في السمكة رح يصابه في منطقة الأذين أما البطين هو حجرة تضخ الدم من القلب إلى الخياشيم طيب ليش الخياشيم؟ عشان صر عملية تباعد القزات يحصل على الأكسجين ويطلع ثانوكسيد الكربون طيب لنشوف هذه هو تجاه الدورة الدموية يكون في هذا المسار لو نلاحظ المنطقة الأمامية هي منطقة الخياشيم اللي تستقبل الماء المؤكسج اللي يدخل داخل جسم السمكة وهنا راح تمثل منطقة الشعيرات الدموية اللي تصير فيها أيضا عملية تباعد الألقازات بحيث أن هنا يدخل الأكسجين ويطلع ثانوكسيد الكربون والعكس التغذية والهضم كيف تتغذى الأسماك؟ تتغذى بثلاثة طرقة ممكن تكون تصفية ممكن تكون ترمم ممكن تكون افتراسة نحن نعرف كلمة تصفية يعني ترشيحة يعني تحصل القذاء من خلال تصفية الماء لما نقول ترمم يعني تتغذى على شيء ميت أو مواد عضوية فتمتص الأسماك بقايا المواد العضوية من المخلوقات الحية الموجودة أو التي تواجدت في قاع المحيط أو البحارة المفترسة لاحظ مفترس يعني عندها فكوك وهذا الفكوك تساعدها على المساك بالفريسة مثل ما نشوفها في المفترسات مثل سمك القرش وغيرها بعض الأسماك لو نشوف في جهازها الهضمي عندها ملحقات مثل الأكياس البوابية وعندها الكبد والبنترياس والمرارة ووظيفة الأكياس البوابية أساسا أكياس بوابية وموجودة ما بين المعدة والأمعاء لو نركز مع بعض على الصور نشوف وين المعدة؟ هذه هي المعدة الأمعاء لو نلاحظ موجودة في هذه المنطقة نلاحظ أن هناك أكياس هذه الأكياس وظيفتها أفراز إنزيمات هاضمة ونفس الوقت تمتص القذاء لما تمتص القذاء وين راح توديه؟ تودي إلى مجرى الدم اللي بعقب من مجرى الدم يودي القذاء إلى خلايا الجسم الكبد والبنترياس والمرارة ها الكبد عفوا البنترياس والكبد والمرارة اللي هي الحوصل الصفراوية وظيفتها بعد تفرض العصارة الهاضمة وظيفتها أنها هي تمام عمليات الهضام واستكمال الهضام بحيث أن السمكة تستطيع الحصول على القذاء أو المحتوى القذائي نشوف عملية الأخراج لما نقول الأخراج لازم تذكر على طول الكليتين والفضلات التي تخرجها فنلاحظ أن الأسماك عندها كليتين والكليتين عمليات تمقية الدم من الفضلات ووحدة الوظيفة الأساسية في الكليتين الموجودة عند الأسماك هي النفرون طيب ما هي وظيفة النفرون النفرونات ليست مختصرة على أنها تنقية الفضلات وأنها أيضا تحافظ على الاتزان المائي والملحي الموجود داخل الجسم بإضافة أنها تخلص من الفضلات الخليوية الموجودة في الدم إذن تساعد على اتزان الماء والأملاح وأيضا تصفية الدم من الفضلات نلاحظ أنها وظيفة مقاربة للكليتين في الإنسان اللماق والحواس كيف تستشعر السمكة بالتغيرات المحيطة فيها لو نلاحظ في بداية المقرر درسنا عن الإسفنج واللاسعات والديدون هذه المخلوقات الحية ليست لديها جهاز عصبي فقط مختصرة على شبكة عصبية وبعدها التوى صار عندها عقد عصبية وحبال لما دخلنا في طائفة الأسماك الشعبة الحبلية الفقارية صار عندها جهاز عصبي وجهاز عصبي يحتوي على عضاء متخصصة نحن ما نشاهد في الصورة عندها مخيخ ونخاعة مستطيل وأيضا جزء بصري ومناطق خاصة للإحساس بالشام فبشكل عام عندها حبل شوكي وعندها دماغ لاحظ التطور الموجود في جسم المخلوقات الحية اللي احنا ما شفنا سابقا الأسماك تعيش في وسط الماء وسط تيارات مائية وممكن تعرض حق زلازل في الماء ممكن لا تتعرض لقوة التيار المائي شلون الأسماك تحافظ على اتزانها تحافظ على اتزانها من خلال تركيب اسم الخط الجانبي لاحظ كما أنا وضح لكم هذه اسم الخط الجانبي طيب موظيفة الخط الجانب لو نقولها أنها تساعد السمكة على اكتشاف الحركة في الماء ويساعد أنها تكون أنها تبقى معتدلة ومتزنة وتستطيع التحرك في رقم هذه الظروف المائية شكرا على حسن متابعتكم لنا ونلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم من دروس مقرر حياة 317 أتمنى أن تستفدت ونراكم إن شاء الله ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر